احتفالا بعيد نصر اكتوبر او اعياد الانتصارات اليوم بتنسيق وادارة وترتيب ادارة شؤون معنوية بالقوات المسلحة كان الندوة التثقفية التي حضرها السيد رئيس الجمهورية ونخبة من القادة قادة القوات المسلحة السابقين الذين قدموا للعسكرية المصرية خلاصة الاخلاص والفكر والعمل هناك نخبة ايضا من اسر الشهداء هناك نخبة من المقاتلين الجدد هناك نخبة من طلاب الجامعات هناك نخبة من قارة المجتمع الجميع كان في سياق واحد فقط احتفالا بذكرى لم تموت وهي ذكرى انتصارات اكتوبر الجيش المصري الذي خرج خرج من رحم الشعب المصري والشعب المصري هو المداد الطبيعي لهذا الجيش فالجيش المصري من رحم الشعب والشعب المصري مداد هذا الجيش لحمة وطنية واضحة لا مراء فيها ولا جدال بين هذا الجيش العظيم وهذا الشعب العظيم شعب من رحم الجيش وجيش من رحم الشعب عمود هذه الأمة هي القوات المسلحة طالما كانت القوات المسلحة المصرية بخير طالما كان الشعب المصري يداً واحدة لا يمكن أن توجد مشكلة لا يستطيع متخذ القرار أن يقوم بحلها النهاردة كنا على موعد مع حزمة من الكلمات الرئاسية وحزمة من الأفكار التي سيقت في أثناء هذه الندوة التذقفية استمعنا إلى كلمات الفريق عبد الرب بن نبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال حرب 1973 هذا القائد العظيم الذي تحدث ببلاغة وطلاقة غير مسبوقة كقائد عسكري فذ وهما ضحى وأعطى القدوة وقدم المثل لجنوده وضباطه في ساحة الوغى حتى تحقق النصر والانتصار تحية إلى الفريق عبد الرب بن نبي حافظ وتحية إلى كل فريق وكل مشير وكل لواء وكل عميد وكل عقيد وكل مقدم وكل ملازم وكل ضابط وكل جندي وكل متطوع في هذه القوات التي تصل الليلة بالنهار من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب من تراب هذا الوطن اليوم كان عنوانه يوم الوفاء الوفاء لذكرى النصر الوفاء لأصحاب الانتصار الوفاء لهؤلاء القادة الذين ذكرهم التاريخ وفتح لهم صفحاته اليوم عندما نهض الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة من مقعده مسرعا لكي يقدم التحية والواجب والتكريم لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق عبد الرب النبي حافظ عاد مسرعا وكنا لا ندري لماذا يعود الرئيس وقال في هذه اللحظة لن ننسى ولا يمكن أن يفوتنا أن نحيي القائد الذي كان له صوالات وجولات في حرب أكتوبر 1973 عندما هم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان يجلس فيه الصف الأول قادة اليوم يتذكرون قادة الأمس هذه اللقطة بهذا الشكل الرئيس يقدم التحية وقال لا يمكن أن ننسى هذا القائد الذي قدم لمصر الكثير إذن أول لقطة في الندوة التثقفية اليوم كانت لمسات الوفاء الرئاسية من قارة القوات المسلحة إلى قارة القوات المسلحة هذه المؤسسة التي كما قال العزيز النابه ياسر وهبة في كلمته هذه المؤسسة مؤسسة هرمية لكن لا يمكن أن تلحظ أن هناك اختلاف أو تمييز بين قمة الهرم وقاعدة الهرم فالقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة والقادة وقارة الأفرع وقارة الجيوش لا تستطيع أن تفرق أو تجد أن هناك تمييزا بين قمة الهرم وقاعدته هكذا هي العقيدة العسكرية المصرية هذه المؤسسة التي استطاعت أن تخط وتسطر عقيدة مستقلة وعقيدة مميزة لهذه القوات جعلتها قوات وصفت بأنها خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون هذا هو الوفاء من ناحية أخرى الرئيس سنة سنة اليوم سنة حميدة وحسنة وربما في الندوات التثقفية التي على الأقل قليلة في السنوات الماضية كان هناك جداول معدة وهناك تنظيم وترتيب دقيق كعدد القوات المسلحة بالدقيقة والثانية لكن الرئيس اليوم بعدما فرغ سيادته من إلقاء الكلمة نظر إلى الحضور وقال يعني أنا انتهيت من كلمتي وتحدث حديث من القلب إلى الحضور وإلى المصريين ثم قال أنني أريد أن أتلقى أسئلة سؤال من الناحية اليمنى وسؤال من الناحية اليسر كان هذا بمنتهى العفوية ومنتهى البساطة أنا ظننت أن هناك من هو مرتب أو مختار لإلقاء السؤال ظننت هذا لكن الحقيقة أن الرئيس ودون وسيط أخذ أنظر القاعة ويتلقى الأسئلة من الحضور دون ترتيب ودون أن يكون هناك اتفاق ودون أن يعرف الرئيس السؤال الذي تسلقيه طالب الكلمة وكان بالفعل نوع من أنواع التفاعل الحقيقي بين الرئيس وبين الناس بين الرئيس وبين الحضور ترجمة نانسي قنقر